غدارة 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 من جوناثان جوميز في الديئة 92 والفيحاء لا يخسر مع مسلين في خمس مباريات كان من بينهم النصر والاتحاد وأخيراً الأهلي عدى منهم جميعاً التعلب السربي في بداية تخطط أكثر أحلام وتفاؤلاً الأهلي بيكسب النصر فبيفرح فبيرجع يخسر من القادسية في الجوهرة بعدين بيكسب الاتحاد في الدربي فبيفرح فيتعادل مع الفيحاء برضو في الجوهرة بيعمل أربع انتصارات وربعة بكلين شيت فيفرح فيروح يخسر من الاتفاق ستة قلت قبل كده أن مستحيل توقع مستوى الأهلي قبل أي مباراة لكن النهاردة هقول أن رغم كل ده الأهلي كان سيء الحظ جداً أمام الفيحاء لكن أياً كانت الأسباب فالأهلي يوم ورا يوم بيفرط في صراع اللقب في مباريات أسهل كتير من غيرها ولو ملحقش في القطر ما بيستناش حد البداية مع محور المباراة وهو عبدالله السعيد ناس كتير مش عارفة هو عبدالله كان كويس ولا عبدالله كان وحش تعال نشوف مع بعض والحكم في الآخر ليك عبدالله لعب تحت السومة بهدفين أولاً يكون صانع ألعاب للعيبة الجايين من ورا اتنين أنه يدخل في العمق استغلالاً لانشغال الجميع بعمر السومة ويجد لنفسه مساحة ويسجل آخر كلمة قلتها ويسجل تعال نشوف الشق ده عبدالله بيتحرك في المساحة اللي بيستغلها في العمق لانشغال الجميع بالسومة وبيستقبل الكرة فعلاً ولكن التسجيل بره عبدالله هيتحرك فين؟ عينك على عبدالله في مكان هايل وبرضه بره عبدالله هيتحرك فين؟ برضه جنب السومة كلما كانت الكرة عرضية كان عبدالله جنب السومة ومش ممكن إذن عبدالله مع الكرة تحت عشان يطلع زميله طب الكرة راحت على الأجناب مفيش وجود هنا لعبدالله يبقى عبدالله فين؟ في العمق جنب السومة وفعلاً خد المساحة وفعلاً اتحرك بشكل ممتاز وفعلاً جات للكرة وفعلاً استقبلها ولكن ما سجلش ده كان شقة عبدالله تكل مكانة الكرة على الأجناب طب عبدالله في العمق والكرة مش في الأجناب كصنع ألعاب كلاسيكي رقم عشرة هل ساعد زميله في الوصول للمرمى؟ لما نيجي نشوف هنا عبدالله واحدة لعبدالرحمن غريب ومش ممكن سوق الحظ لعبدالرحمن غريب هنشوف تاني عبدالله واحدة لعبدالرحمن غريب تاني والعرضة تاني والسومة لا يمكن لا يمكن وأخيراً تبتسم لعبدالله ركز هنا مع عبدالله وركز مع السومة أو ما تركزش مع السومة لأن السومة لي وقفة لوحده أخيراً بتكافؤ الكرة في كل ما هو تمرير أو تحرك ما فيهوش تسجيل سروه هايل من عبدالله ولكن برضو بتضيع إذن عبدالله كبلايميكر كان هايل كمتحرك في المساحات كان ممتاز كمسجل ما فيش عبدالرحمن الغريب ولازم نقف عنده هنا وقفة مهمة لعب صعد صعود صاروخي في مباراة النصر ولعب المباراة دي قدم فيها شكل من أشكال الخطورة حطك واحدة في القائم واحدة في العرضة لكن النهج بتاع عبدالرحمن الغريب نهج فردي تماماً نهج لو ما تخلاش عنه هيتعب قوي قوي قدام تعال نشوف هنا عبدالرحمن الغريب خفيف سريع مهاري يعدي هايلة تحرك له السومة اللعيب الكبير هو اللي يلمح على طول ويلعب يلمح على طول ويلعب يلمح على طول ويلعب لكن استنى 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 وملعبش لأي حد من زميله لغاية ما فقد الكورة خفيف اوكي مهاري اوكي وكل ده مهم لكن مهم كمان ذكاء الملعب عبدالرحمن غريب يقدر يرفع عينه ويلعب يمينه يقدر يعمل حاجات كتير قوي لكنه هيعمل ايه كل الوضعات موجودة هيشتغل فردي وتتقطع منه عشان كده أبرز لقطات عبدالرحمن غريب لما كان قدام المرمة اللي هو لازم يشتغل فردي فظهر فيها بشكل مش سيء على الجانب الآخر ايمن خليف وقالنا قبل كان الاهلي هو أكتر نادي تقريبا بيقدم لنا وجوه شابة كل فترة أداء جيد جدا لأيمن خليف لأنه قدر يميز بين الفردي والجماعي هنا فردي لازم فردي لازم ثم الجماعي على طول لسلمان المؤشر النقطة دي هي اللي غيب عن عبدالرحمن الغريب إزاي تدمج الفردي والجماعي مع بعض فردي برضو قادر يعد أيمن خليف ويعدي واحد ويعدي التاني وكان هيكرر عبدالله سوما لكنها لم تتكرر وده فرق مهم جدا 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 يحسب لأيمن خليف ويحسب على عبدالرحمن الغريب عمر سوما الكرة دي هايلة من دياز سروه هايل 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 بطول الملعب والمكان اللي السوما بدأ مؤخرا يعزب منه اللاعبين لكن المرة دي كانت عالية لما شاطها على الأرض قبل كده دخلت فاول ستايل كريستيانو رونالدو بيتشطب ومنتهى القوة بيعدي من فوق الحيطة وينزل ثم أخيرا ركز معي في حركة السوما لأن السوما راح على البعيدة وبعد ما المدافع بدأ يلمح أنه راح على البعيدة ساب المدافع وراح هو وعد قريبة ركز معي فيها رايح وراع على البعيدة رايح وراع على البعيدة سرق وراح على القريبة عشان يجيبها جول عمر السوما ولكن سوء حظ الأهلي لم يسلم منه السوما مش ممكن الأهلي وجه سوحظ عجيب جدا في المباراة دي أيا كانت النقاط الفنية اللي ممكن نتناقش فيها لا تنفي أبدا إن معاها كلها الأهلي كان ممكن جدا يكسب بل يكسب بسهولة الفيحاء متعودين دايما سيب الاستحواز زون ديفنس ثم كونتر أتاك لكن الأهلي قلنا قبل كده من أول الموسم إنه من أفضل الفرق في الارتداد الدفاعي هنا الفيحاء هيطع الكرة بعد سروه هايل من سوزة تتلعب على طول الكاونتر أتاك بص الارتداد شكله إيه بقى هنا واحد على ثلاثة كاملين بيجي أسبريا بص الارتداد قد إيه واحد على كام لازم تسوط ما تقدرش تروح لإنفرادة اللي أنت متعود عليها أسبريا لأن الارتداد قفل ممرات المرمى تاني أسبريا عارفينك عارفينك مش حنسيبك كام واحد رجع كام واحد رجع كام واحد رجع برافو الارتداد ممتاز أمام الفيحاء بشكل جرد الفيحاء من نقطة قوته الأساسية لكن الفيحاء كان شايل في جيبه الخلفي نقطة قوة جديدة وهي إنه مش محتاجة روح للمرمى لما ممكن أسدد أصلا من بعيد أسبريا روني استلم ترك لكن العواس مش مرة لفيه كتير ضيفة الله الجارني ترك العواس ثم اللي تفلق على مباراة برشلونا وتشيلسي روني جونتان جوميز وغدارة غدارة غدارة صوح هز الأهلي ما قدرش أوصفه بأي كلام وأيا كان اللي أقدمه الفيحاء لا ينفي أبدا إن الأهلي كان قريب جدا بل كان أحق بالفوز إحصائيا الاستحواس كان للأهلي ودي ما بقتش معلومة لأن المسلم بيترك الاستحواس في كل مبارياته ومع ذلك ما بيخسرش النتيجة اللعب الأكثر تزديدا كان عبدالله السعيد بخمس مرات أغلبهم كانوا ويا للغرابة بالرأس لكن ما فيش بينهم هدف واحد السومة ضرب رقميان أكثر من عصفور بحجر الجول اللي خلاه بسبع أهداف يرتقي في سباق الهدفين جنب جوميز وجوانكا تحت الهداف طوامبة الهدف كمان خلاه أول لعف الدوري يوصل للمساهمة العشرة بسبع أهداف وثلاث أسستات قبل ما يلحق به تالدن الهدف كمان خلاه هو شخصيا يسجل للمرة الرابعة على التوالي للمرة الأولى في 2018 أرقام كانت هتبقى أجمل بكتير لو كانت ضمت الرقم الأهم والمسمى ثلاث نقط ترجمة نانسي قنقر